كما كان منتظراً اجتمع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بنظيره التركي رجب طيب إردوغان في مدينة هانكشو الصينية هذا اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين هيمنت عليه بشكل أساسي محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا التي حدثت في الخامس عشر من يوليوز الماضي الرئيس الأمريكي أكد أن إدارته مستعدة للعمل مع الحكومة التركية لضمان تقديم المتورطين في هذا الانقلاب الفاشل للعدالة لقد أكدت للرئيس التركي أنه لدينا وزارة العدل وفريق الأمن القومي سوف نستمر في تعاون مع السلطات التركية لتأكد من الأشخاص الذين نفذوا العملية نؤكد جميعاً دعمنا القوي للشعب التركي والمؤسسات التركية التعاون الذي تريده تركيا من أمريكا هو تسليم رجل الدين فتحالا غولان المقيم في الولايات المتحدة لأن أنقرة تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب لكن المسؤولين الأمريكيين مصرون على عدم تسليم غولان ما لم يطلعوا من الجانب التركي على أدلة تثبت تورطه في القضية هذه البرهين حصلت عليها أنقرة وبعثت بكل الوثائق التي تثبت ذلك إلى واشنطن أعملنا في إطار القانون بشأن المنظمة الإرهابية التي يتزعمها فتحالا غولان والملفات التي أعدت حول هذا الإرهابي قبل محاولة الانقلاب تم إرسالها والملفات التي أعدت حوله بعد محاولة الانقلاب سيتم تسليمها لاحقا إلى لجنة ستأتي من الولايات المتحدة وسيتواصل العمل في هذا الشأن الرئيسان تبحثا كذلك آخر التطورات الميدانية في الأزمة السورية خصوصا عملية درع الفرات التي تدعمها تركيا في الشمال السوري لترضي عناصر تنظيم ما يسمى بداعش من هناك ومن المناطق المحاذية لحدودها وهذه العملية العسكرية أثرت على العلاقات بين البلدين سلبا لأن القوات التركية بدأت هجومها على مواقع وحدات حماية الشعب الكردية والتي تحظى بدعم من الولايات المتحدة حيث تعتبر واشنطن هذه القوات عنصرا مهما في حربها ضد داعش